لو عملنا التحليل هل نلاقي حاجات كتير بس لو افترضنا ان فيه شخص ما اكيل لدرجة انه ممكن يأكل كل يوم كميات ونوعيات الاكل اللي تمده بالمطلوب من البيتامينز والمعادن هل يفضل انه يكتسب البيتامينز والمعادن دول من خلال الاكل ولا يفضل انه برضو يلجأ في مرحلة ما لمكمل غذائي من منطلق ان المكمل غذائي بيدوب اسرع في المعدة يعني مع الميا الجسم بيستفيد منه بشكل مباشر اكتر انا طبعا بقول الكلام الناس كتير مثلا ندي اجزامبل الناس كتير بتاكل الكبدة وتاخد مع علاقات عسل اسود وسبانك وبتاع بيجوا يعملوا تحليل بيجوا يعملوا تحليل اللي قولي يلاقوا عندهم مقصف الحديد كل اللي بيعملوه ده كل اللي بيعملوه لان الحديد بيتاخده ساعات بينزق ساعات بيبقى صعب الاقتصاص الفيتامين سي بيعزز لي امتصاص الحديد ما يقول لها دخلة بعضها هي كلها مراحل دخلة بعضها فمهم جدا ان فيتامين سي بعزز لي امتصاص الحديد знает كل سيوم يعزز لي امتصاص الكالسيوم فمهم يعني لو احنا شايفين نفسنا فضاع في الأكل لو انت عملت تحليل ولقيت خلاص انك انت تمام بس انا ما عنديش مشكلة في القلب مالتيفيت لانه كل ووتر صليبل بيدوب في الماء اه بيدوب في الماء فالإكسيد اصلا بينزل في البول والحلو في القلب مالتيفيت فيتامين سي بيدعم للطاقة يعني بيحولي الأكل للطاقة ما بتخزنش عندي الضهون وكذا بيعزز كفاءة التمثيل الغذائي عشان منتخمش فالريدي قلب مالتيفيت بيعليلي الميتابوليزم بتاع الجسم جدا ما عنديش مشكلة ان هو يتاخد حتى لو انا بأكل اكل صحي هل المالتيفيتامينز برضو يدينا من الامور اللي بتساعد على تقوية العضلات ولا ده بيجي من طبعا الى جانب مبارسة البياضة طبعا ولا ده بيجي اكتر من خلال الكاربز والبروتين والحاجات يعني المالتيفيتامينز او الفيتامينز ما هاش علاقة قوي بالموضوع ده العضلات يعني بروتينات الحقيقة يعني عايزين نبني عضلات يعني يأكل بروتينات من هنا للصبح لو خايفين من كمية اللحوم عندك البيض عندك حاجات كتير فيها طاقة وفيها بروتينات الفيتامين بقدر يعزز الاعصاب لو انا عايزة اعمل عضلات انا هحتاج اكيد بروتينات يعني الفيتامينات مش هتصنع لي بروتينات لكن بناخد الفيتامين عشان يعزز لي المناعة يعزز لي الطاقة هناك البروتين ما عندناش طاقة مش هنروح الجن مش هنعمل عضلات باخد الالبو مالتي فيت او المكمل الغذائي او الفيتامين اللي انا عايزاه عشان يعزز لي الطاقة مع البروتين ويعزز المناعة يعني ممكن نروح الجن ونروح الجن ممكن نمسك انسترومنت مش متعقمة نلبس في فيروس نلبس في بكتريا فبيعزز لي المناعة دي مهمة جدا انها تتاخد برضو